السلام عليكم عندي رياضيات متوسط صفحة 89 نكمل نهاية قدامكم هسا وصلنا فكر صفحة 28 29 30 32 نحل هسا تحدي صف مجموعة من سبع كرات تمتازي ما يعلي هاي سبع كرات أخضر أحمر أخضر أسود أصفر أحمر أحمر سؤال 22 في المجموعة أربع ألوان مختلفة ثلاثة حمراء شنو الحل الحل الألوان شن يخلي رتبها ثلاثة حمراء ثلاثة واثنين خضراء ثلاثة أخضر ووحدة صفرة ووحدة سودة رتبنا الألوان 129 عند ساحب كرة يكون احتمال ساحب لون أكثر إمكانية من أي لون آخر شنو اللي أكثر لون ناخده هو اللون الأحمر لان هي أكثر الكرات يعني بها ثلاثة ألوان فأكثر شي ناخده ولون أحمر لان ليش لان أكثر ثلاثة كرات ثلاثين اثنان فقط من الألوان متساوية ما هي المساوية؟ المساوية هي الصفرة الأصفر كرة وحدة والأسود كرة وحدة هاي المساويات ماشي؟ والباقي لا باقي أكثر السؤال 31 ريك مكعب هذا مكعب ثلاثة 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 طول أرض ارتفاع وعدنا شبه مكعب اللي هو مثل المستطيل اللي هو شبه المستطيل مكعب شبه المكعب يشبه المستطيل لكن المكعب يشبه المربع زين أي حدث احتماله أكبر ظهور العدد ثلاثة زين المكعب أم على شبه مكعب يهو أكبر طبعا المكعب المكعب احتمال شوال الجواب؟ المكعب احتمال ظهور ثلاثة أكبر احتمال مشبه المكعب. ليش؟ لان المكعب بيه ست اوجه. ويحتوي على رقم ثلاثة. سؤال اخير. سؤال اخير يريد احتمال من حياتنا ونمثل على الاحتمال واقل واكثر. لان عندي احتمال ظهور الرقم خمسة. عند رمية النرد مرة واحدة. من ننذف النرد مرة واحدة نشوف ارقام يطلع واحدة ثلاثة اربعة خمسة ستة. ليس صحيح؟ فان الاحتمال هو اقل من خمسين بالمية. يعني مو احتمال اقل يعني مو مضبوط الا يطلع رقم خمسة بالزار. النرد يعني الزار اللعبة بيها نلعب بيها. مو بيست ارقام؟ احنا شنو اقول جواب مالته؟ هو اقل من خمسين بالمية. يعني خمس رقم خمسة ما يطلع بسرعة. لا هو الاقل من خمسين بالمية. شكرا.